ماروك اخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله منزل الضحية وصعد من الدرج وبمجرد ان لمح الاب الشرطي وجه له طعنة غادرة الى بطنه وبعدها وجه طعنات الى صديقه الابن اصابته على مستوى بطنه حيث خضع الاخير لعملية جراحية مستعجلة وحالته جد حريجة ولا يزال يرقد بقسم العناية المركزة بما لقي الاب الشرطي حتفه في الحين بعد دخوله بدقائق للانعاش بالمستشفى الجهوي ببني ملال الحادث استنفر ولاية امن بني ملال وحلت بالمستشفى مختلف الاجهزة الامنية وسلطات المحلية وتم فسح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات اقدام المشتبه فيه على اقتراف هذه الجريمة حيث ترجح مصادر ان يكون يعاني من اضطرابات نفسية وفي حالة غير طبيعية ووفق ذات المصدر فالشرطي خمسين يسمى قيد حياته احمد له اربعة ابناء يعملوا بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ومشهود له بالكفاءة المهنية وبحسن الخلق والتعامل مع المواطنين حيث لقي خبر وفاته صدمة كبيرة بين زملائه وجيرانه فيما من المنتظر ان يتم ودفن جثمانه بمسقط رأسه بحد البرادية باقليم الفقي بن صالح فان لله وان اليه راجعون نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك اخبار يومية اشتركوا في القناة